السلام عليكم جعفر ومن جديد نتكلم عن مباريات البلاي اوفس المباراة الأولى لم نتكلم عنها هيوست الروكت مع يوتا جاز قبل بداية سلسلة كنت متوقع وتكلمت في الفيديو ان ممكن السلسلة بتكون نتائجها أقرب نتائج المباريات نفسها بتكون أقرب السلسلة ما انتهت حتى بـ 2-0 ما انتهت في مقوله قوله في الانبيئين ما في فريق او سلسلة ما تبدأ حقيقة الا اذا في فريق انتصار خارج ملعبه انا ممكن اضيف عليها ان ممكن السلسلة تنتهي تماما اذا الروكت فاز خارج ملعبه في واحدة من البارتين جايين امام اليوتا انه يتقدم ثلاثة ويكون امور منتهية اللي قاعدين نشوفه من هيوست الروكت تعمل مميز جدا جدا الروكت بقيادة هاردن قاعدين يقدموا مباريات يقفلوا على الجاز اليوتا ما عندهم اي حلول ابدا امام هيوست الروكت كنت متوقع ان الروكت يدخل بلايوس بقوة بقدم مسئولات مميزة يبغى يذكر الجميع ان الموسم الماضي كان كده شوية بس ويوصل النهاية وكان يحقق اللقب بعد لوصل النهاية فيبغى يذكر الجميع ان هو اقوى من يوتا جاز هو الفريق الممكن الاقوى في القسم الغربي من هذا الامور كلها بس فارق النتائج والمستوى اليوتا جاز فاجأني الروكت داخلين المباريات بتركيز عالي ونشوف هذا في نسبة التسجيل حقا في المبارتين تقريبا حوالي 50% في الثلاثيات حوالي 40% بينما يوتا جاز حوالي 40% في الثلاثيات 20-25% هذا يبغى يليك التركيز من المبارة الأولى يوتا جاز سجلوا 7 ثلاثيات يوصل ركو استجيلوا 15 ثلاثيات من المبارات الثانية 8 ثلاثيات 16 ثلاثيات يوتا جاز يتحرك اما عن طريق ركي روبيو او دونيفان ميتشيل ركي روبيو ما هم بعد مهتم في التسجيل كثير من صناعة اللعب فميتشيل بما انك قاعد يعاني في السلسلاتين في التسجيل تسجيلاته ضعيفة جدا صايرة نسبة تسجيل ضعيفة النقاط اللي قاعد يسجيلها الضعيفة جدا وقاعد ياخذ في الزائد والناقص لما يكون على أرضية الملعب أرقام كبيرة جدا حوالي ناقص 20 نقطة فبما ان يوتا جاز أو دونيفان ميتشيل مش عارف يسجل ومش عارف يحرك الفريق هجوميا انسى يوتا جاز في يوتا جاز بعيدا عن دونيفان ميتشيل من ممكن يصنع تسجيل تاب نفسه؟ روكي روبيو قليل جدا انجلز مستحيل او قليل جدا بعد باقول ادرك فيفارز او رودي جوبيرت لازم احد يصنع لهم تسديداتهم فبمأنهم في الهجوم ضعيفين شوي ودونيفان ميتشيل مستوى نازل فقاعدين يعانوا بشكل كبير جدا بينما هيوسر روكت خصوان في المرة الأولى لعب جماعي بشكل مميز جدا لاعبي الأساسي كلهم زاد 10 نقطة واثنين من الاحتياط يعني سبعة لاعبين من الفريق سجلوا زاد 10 نقطة هذا يدلك على الأداء الجماعي اللي قاعدين قدمه المباراة الثانية خفل مستوى الجماعي شوي او ممكن كل اللاعبين سجلوا ممكن بس أربع لاعبين لسجلوا عشر نقاطه واكثر لكن جيمس هاردين تروبل دبل مستويات مميزة ثلاثيات التفوق في كل شي يسيطروا يوسر ركز على المباراة من بدايته ويأخذ فارق ولا يسمحوا أبدا ليتجاز ان يعود هنا لما تسيطر في البداية المباراة وعلى أرضك وتقتل فيها الخصم انت رايح في الطريق الصح الان يتجاز راح يلعب المباراة الثالثة على أرضه يتجاز مطالب بالشكل غير طبيعي بالفوز اذا يخسر ثلاثة صفر راح تنتهي أربعة صفر عليهم خلاص سيطلعوا من مود البطولة من مود البلايوس من مود كل شي اذا المباراة الثالثة على أرضهم يتفوق هيوسر ركز بعد عليها اعتمال كبير جدا اشوف ان الفوق التسعين بالمئة ان السلسلة تنتهي أربعة صفر اكسل لك انت تتوقع صحيح لكن هذه المجرية سلسلة تنتهي ثلاثة صفر المباراة الثانية اللي يتكلم عنها بوسون سلسل مع انديانا بيسرس السلتكس وخصا بعمل المباراة الأولى وفقدانهم الكثير في الشوط الأول خصوصا لكن جاركوا الموضوع في الشوط الثاني دفاعوا ميز جدا قفلوا على انديانا ورجعوا في المباراة المباراة الثانية كانت قريبة عملوا الرن خرافي جدا في الربع الأخير في آخر دقائق الربع الأخير وقلبوا النتيجة انديانا أفتقدوا للخبرة أفتقدوا لللعاب الذي ياخذها للطريق الأمان في نهاية المباراة لكن لا يمنع السلتكس وخصbirها لأخذ اللاعب في المباراة في الفخصين كالري vain السلتكس فريق عنده توليفة مميزة لكن كيف يتميز خذنا دinindran لا ننسى shoe coach ثانية من وقت الكلاس جيسون تيتم ويش سوى انديانا انا قلتها وغررتها انه ضيع المباراة لانه جيتهم اكثر من فرصة حتى بعد ما عملوا 16 صفر عليهم رن انه تقدموا مرة ثانية بالنتيجة والكورة عندهم وفرق نقطتين او ثلاثة والكورة عندهم وهم اللي يضيعوها انا ما اقول انه الرن اللي عملوه سلتكس من فعل السلتكس لكن لما اقول ان انديانا ضيحها لان انديانا الكورة كانت عنده هو متقدم من النتيجة وباقي دقيقة ونوص تقريب المبارا هو اللي قاعد يضيع اوكي د الدفاع مميز من السلتكس واذا يدعوها لكن انديانا كان عنده نفاع او تسرع كان عنده احيانا في بعض اللحاظات thembara في المبارتين ضيعوا من جو المبارة لكن السلتكس يحسب لها بشكل كبير جدا ان ان قدر يكفل عن المبارتين Monstrealife V!". السلتكس متوقعنا انه يتأهل لكن طريقة المبارات دخلوا العديد القناهي وكيف سيطروا عليها او راجعوا في النتيجة الف are the first and how they look at how they fall on the show بعدما رجعوا في النتيجة في المباراة الأولى في الشوط الثاني قفلوا على انديانا دفاعيا كانوا شيء خرافي جدا المباراة الثانية كانت بعيدة عنهم لكن مصرين ومستمرين وروح يصرر لشناه عند بوستن سالتكس في أكثر من المباراة كيف يرجعوا بالنتيجة شيء مميز جدا جدا وعملوها ورجعوا ومستوى مميز جدا رايحين يلعب ظلم الواكي ما أبغى تكلم كثير عن الجولات الجاية لكن السالتكس فعلا فعلا مستويات مميزة جدا وقاعدين تلافوا الأخطاء لكننا نشوفها مثلا في الريغولر سيزن الآن كنا تقول إن اللاعبين حسنا خلينا نترك أي خلافات صارت خلينا نترك إنه أبغى دقائق اللعب حقتي أبغى تسديداتي أبغى أنا أكون في الملعب أبغى تعطيني خليني شارك أكثر أبغى أعمل وأبغى أعمل كلنا يعني قاعدين نلعب لهدف واحد ماش لهدف أنا اللاعب لا نلعب لهدف الفريق نبغى نوصل للنهائي نبغى نزيد على إنجاز السنة الماضي لما وصلنا بس لنهاية المنطقة يعني السلتكس قاعد يمشي بالطريق الصحيح خصوصا الآن في بداية البلاي اوفس وبث هذه البارتين اللي بنتكلم عنها أعطونا رأيكم بمستوى الفريقين مستوى المباريات مستوى السلتكس مستوى هيوستن روكس بعد مستوى الجاز ومستوى انديانا أعطونا يا تحت في التعليقات اللي وصل له هنا وما هم اشترك اشترك فعل تنبيهات اشتركوا في القناة